مرحباً يا أصدقاء، معكم هوديني إف إف قبل البدء في الفيديو، لا تنسوا دعمي باشتراك لكي يصلك كل جديد على قناتي في هذا الفيديو سوف نرى طريقة تشغيل تطبيق باندا ماوس بطريقة سهلة فقط تابع الفيديو إلى الآخر لكي يشتغل معك التطبيق الآن ستنزل إلى أول تعليق، سوف تجد جميع التطبيقات التي ستحتاج إليها قم بتنزيلها في هاتفك أولاً سوف ندخل إلى تطبيق باندا سكريبت باتشر ثم اضغط هنا وهنا في الأعلى ثم انتظر حتى يذهب الإعلان وانقر على كلوس سوف ندخل على باندا ماوس كما نشاهد التطبيق غير شغال سنعود إلى تطبيق سكريبت باتشر ثم بعد ذلك سوف ننسخ هذا النص في ستيب 3 بعد ذلك ندخل إلى تطبيق بريفينت ننقر على إكسيبت ثم نمرر إلى أقصى اليمين ثم ننقر على هنا ثم ننقر ديفلوبي سوف ننتقل إلى الخيارات المطورة يجب عليكم تشغيل الخاصيات بتلاتة ومن الضروري أن يتوفر لديكم الواي فاي لكي يشتغل معكم التفعيل بطريقة صحيحة ثم ننقر هنا وبعد ذلك نفعل هذه الخاصية ثم نعود إلى تطبيق بريفينت وننقر على ويرلس دي بيجين ننتظر بعض الوقت ثم ننقر هنا ونعود إلى ديفلوبر ثم ننقر هنا وهنا سوف نجد كود وسنضعه في تطبيق بريفينت سوف ننزل النافدة وسوف ننقر هنا هذا المكان سنضع فيه كود التشغيل سوف ننقر هنا سوف يصعد لنا هذا الكود ثم نكتبه فوق ونقوم بإرسال الكود وبعد ذلك نعود إلى تطبيق بريفينت سيكون التطبيق اشتغل معنا سوف ننقر موافق وننقر فوق وننتقل هنا ونضع الكود الذي نسخناه من تطبيق سكريبت باتشر نضعه هنا ونرسل الكود تم بعد ذلك ندخل إلى تطبيق باندا ماوس سوف يكون التطبيق اشتغل معنا بدون مشاكل نفعل هذه الخاصيات البسيطة وتدخل إلى اللعبة التي تريد أن تلعبها ولكي يشتغل معكم الكيبورد والماوس ضروري من الدهاب إلى تطبيق سكريبت باتشر وانسخ الكود في ستيب أربعة وتدخل على تطبيق بريفينت ونضع الكود في نفس المكان والآن سيشتغل معك التطبيق بدون مشاكل وبشكل جيد هذا كل شيء في هذا الفيديو لا تنسوا دعمي باشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد ووضع تعليق للمشاكل التي تواجهونها وسأحاول الإجابة على جميع التعاليق وشكرا لكم على المشاهدة